السلام مرحبا بكم في قناة تالية ان شاء الله تكونوا كامل بألف ألف خير اليوم وصفة جديدة وصفة غغتان عشي بغمانتي هاي لا بزاف بزاف وتقدرو ديروها لولادكم راح يحبوها اكيد كيما بنتي تموت عليها وانا درتها لكم بطريقتي تبعوا معايا الوصفة وان شاء الله ستعجبكم اذا اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك والضغط على الجرس هكا دائما يلحقكم كل الجديد نشوفوا طريقة التحضير نبدأولا فيديو تانا بلغسات التعليق غاتا هذا ديما نديروه يعجبنا بزاف في الضار هنايا عندي شوية عزيت الزيتون اراح نقلي فيه البصل البصل اللي ارحيته عندي حبة على البصل ارحيتها اراح نقليها في الزيت حتى نتذبع المليح ونزيد لها لا فيونداشي هنا لا كونتيتي ديروها على حساب عدد افراد العائلة واللي على حساب الكمية اللي عندكم في الضار نقلي مليح لا فيونداشي مع البصل ونبعد نزيد لهم التوابل والملحم اللي زي بيس هنايا عندي راس الحنود فلفل احمر حلو وعندي فلفل اسود واعشاب عطريا انتو ما تقدرو تنوعف اللي زي بيس كي ما تحبوه لحساب الضوغ بتاعكم بعد ما طيب الافيونداشي هنا يا انا راح نزيد السلق ولا اللي زي بيناغ ولا السبانخ كل واحد كيفا يقول انا هنا عندي كونجلي مرحيين واجدين تقدرو ديرو لزي بيناغ اللي تلقاهم في المخشي ثاني يمدوا بالناء عظيمة وهاذو ثاني ملاح دي كونجليتهم واللحم مباشرة فوق الافيونداشي تاعي هكا اولاتنا يكلو الخضر ويجيوهم صحيين كثر وثاني يمدلنا كمية كبيرة تعلقاتها وذك راح نحطو الحشو التاعي في البلا عندي هنا بلا يدخل للفرن ندهنتو بشوية تاع زيت الزيتون هنا اذا ما تحبوش زيت الزيتون تقدرو ديرو زيت العادي هنا نحط طبقة اللوله تاع الحشو اللي هو اللي هو لا فيونداشي مع ليزي بيناغ تقدرو تنحيو ليزي بيناغ اذا ما تحبوه مش مما يمدوا واحد البنة هائلة واصلا يجينا صحي كثر ويزيد يعطينا كمية كبيرة تقدرو ديرو كمية تاعي زي بيناغ كفر من لا فيونداشي هكا يجيكم اقتصادي وهنا نحط الفخوماج طبقة الأخيرة نديرها هي لابيوغي ندير لابيوغي كما مولفين طيبها طيب البطاطا ندير لابيوغي نخدمها طيب البطاطا مع شوية الثوم الفلفل الأسود ونرحيها نخلي فيها شوية المتاعها نرحيها مليح ونزيد لها شوية الحليب هنا مشيت طبقة على بيوغي مليح على الحشو التاعي وفي الأخير نرش شوية بتاع لابيوغي إذا تحبوا تضيرو فخوماج غابي ولا لابيوغي راح تعطيكم واحد القرمشة هايلا أنا نفضل لابيوغ ونزيد لها قطع صغيرة الزبدة كبهجينة طبقة محمرة من الفوق والفوق سخون ديجا على برشت حرارة مئةين درجة مئةوية من مئةين إلى مئةين وعشرين درجة مئةوية ونضع البطاطا طيب يعني كل شره طيب جوز تتحمر طبقة الفوقانية نحيو البطاطا ما يدلناش وقت طويل من با 15 دقيقة لغاتان تعيره واجد شاهدكم في الجنة ان شاء الله اتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة وانتمنى تجربوها وتنجحوا فيها ومدوا لرأيكم ابعثوا لي في الانستغرام ولا في القروب بتاع الفيسبوك تطبيقاتكم هكا با هنبخطاجيهم معا كامل المشتركات واذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تجعوني باللايكات ولي كومنتار وما تنسوش تبخطاجيوا الفيديو هكا با هنبخطوها ناس واحد اخرين ويستفادوا من الوصفة كامل الروابط تتع الانستغرام وتع القروب تاع الفيسبوك رح تلقوهم في صندوق الوصف ودرك على الحقنا للنهاية على فيديو تانا انا نخليكم ونتلقوا في الفيديو القادمة ان شاء الله